موسيقى 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 أولاً صفة شخصية على هذا الموضوع يمكن أن يتطرق الجانب القانون والعقوبات التي يمكن أن يتحكم بها مجموعة من الأشخاص بخصوص هذه النازلة المتعلقة بالجنس يمكن أن يكون الجنس بمقابل يمكن أن يكون نقاط يمكن أن يكون ترقيات يمكن أن يكون توظيف يعني بسبب الحويج من حتى كروشنا على الجانب وإنما رأى الجنس والناس الذين يستغلوه وإنما في السلطات وإنما في الخدمات يحاول أن يستغل نقطة ضحف فئة معينة من الإينات اللي تلقى رأسها من حاصرة ما بين أنها لا يوجد شيء آخر من غير أنها تستعمل هذه الجنس ديالها كرأيي الشخصية أنا كنعرف أن الإنسان في حلقاتهم مع المحيط ومع المجتمع إنسان يخطأ أي واحد فينا ممكن أنه يخطأ ممكن أنه تيروا إغراءات جنسية مثلا الطالبات أو الموظفات عندك نحاول ما أمكن نشوفه ونقارنه المجتمع ديالنا بالمبادئ والقيم دياله نحن عندنا المجتمع والنظام ديال الدولة الإسلامية وبالتالي فأنك تخليوا هذه العلاقة الاحترام بينك وبين الطالبة ديالك أو المشغلة أو أنا مثلا عندي شركة ويجب أن نحترم هذه الموظفات عندي أو الكاتبات لأنه لا يعقل أن دائما مارس ضغوطات وشدود جنسية على واحد الإنسان التي تقدر تكون ماشي من باب الاختيار لا تكون عندها واحد الإرادة لا تكون عندها سلطان الإرادة حرية وبالتالي نترك مسيتها في الشراب وفي الحقوق ويحتفل النفسية يعني ربما تقدر تكون مباغك وتفرض عليها شي ضغوطات وشي ممارسة فهذا لا يعقل فإذا بنت لك أنها أجباتك فكين الحلال الحلال عند الله رهبين نتزوج وذلك الساعة كنكون محترم راسي وكنكون كنكون العنصر فعال في المجتمع أنا أدروح القانون صفة عامة ديال الجنس فالمادة 503 من القانون الجنائي كتنص على أنه يعاقب بالحفز من سنة إلى سنتين وبالغرامة من 5000 إلى 50 الفدرهم من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل الإكراه أو أي توسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية يعني أن إذا كنت تستعمل الوظيفة بأي وسيلة سواء إماحات أو وسائل أو عبر مواقع التواصل أو تصيف المساجات مخيلة بالأداب العامة وبالشارف وبالمرورة فهذا شيء يعاقب عليه القانون من سنة إلى سنتين وغارة من 5000 إلى 50 الفدرهم أما بالنسبة للفصل 490 من القانون الجنائي فهو يهدر على الفساد أي أن كل علاقة جنسية بين رجل ومرأة لا تربط بينهما علاقة سوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحفز من سنة إلى من شهر إلى سنة أما إذا كانت نيابة العامة قد كيفت هذه النازلة في إطار الاتجار بالبشر فالفصل 448 في القانون الجنائي فقرأ الثالثة من أن المتعلقة بالاستغلال الجنسي فنص هذا القانون يقول أنه يشمل استغلال جميع أشكال استغلال الجنسي عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القصري أو الصخرى أو التوسل أو الاسترقاء أو الممارسات الشابهة فالمشاريع المغربي أعطى هذه النصوص وبالتالي فالنيابة العامة قد تكيف ما تراه مناسبا في حق كل من قام بهذه الممارسات الممنوعة والتي لا تتماشى مع قيم وأخلاق الدولة الإسلامية والمصوص عليها في التسور أن الدين الدولة الرسمية هو الإسلام إذن هناك نحاول ما أمكن أن نقول أن لابد أن نتحرك مستارة دي التحقيق ومع مراعاة الظروف الاجتماعية دي الأشخاص ونفسيتهم لأن لا أرى أن شخصا متعقلا قد يقوم بهذه الممارسة الأخلاق إلا ولي ظروف شخصية لا يعلموا إلا الله وشكرا لكم على هذه المداخلة وفي هذه المواضيع الرائعة وكن شكرك سيد يوسف اشتركوا في القناة